تكثيف وتطويل الشعر في مدة قصيرة جدا باستخدام مكونات جدا وبسيطة هذه هي وصفتنا لهذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا ومرحبا بكم على قناة وصفتنا سزمان للوصفات الطبيعية سعدت بلقائكم مرة اخرى على القناة وتمنى ان يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية اليوم ان شاء الله وبحول الله ستشارك معكم وصفة طبيعية مجربة ومضمونة ان شاء الله لتكثيف وتطويل الشعر في مدة قصيرة جدا فهذه الوصفة بعد استخدامها ستساعدك كثيرا في علاج مشكل تساقط الشعر من اول استخدام وكذلك ستساعدك على تطويل الشعر بسرعة وتكثيفه في مدة قصيرة جدا فضلا وليس امر الاختي الكريمة اذا كنت اول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب لا تنسي الضغط على الزر الاحمر او زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق وشكرا جزيلا لك نمر الان بحول الله الى التعرف على مكونات الوصفة الخاصة بتكثيف وتطويل الشعر بسرعة جدا فلدينا المكون الاول في هذه الوصفة هي القهوة او البن العادي الذي تقومين بطوخه وستحتاجين كمقدار من القهوة او البن في هذه الوصفة الى اثنين معالق كبيرة من القهوة اما المكون الثاني في هذه الوصفة فستحتاجين الى زيت الزيتون بمقدار اثنين معالق كبيرة كذلك من زيت الزيتون فمعروف على ان زيت الزيتون مفيدة جدا للشعر فهي تعمل على تكثيف وتطويل الشعر في مدة قصيرة جدا وايضا تساعد على علاج مشكل تساقط الشعر من اول استخدام فزيت الزيتون كذلك جد مفيدة لعلاج مشكل قشرة الشعر وجفاف فروة الشعر وذلك اول هذا فهي جد مفيدة وفعالة في هذه الوصفة اما المكون الثالث في هذه الوصفة ستحتاجين الى البيض فالبيض معروف عليه على انه مغدي جدا لفروة الشعر فهو يحتوي على عدة فيطامينات ومعادل مغدية لفروة الشعر مما يساعد بصيلات الشعر على النمو بشكل طبيعي جدا ويساعدك على تكثيف وتطويل الشعر في مدة قصيرة جدا وايضا البيض جد مفيد في التغلب او التخلص نهائيا من مشكل فراغات الشعر والصلاع الغير وراثي وستحتاجين في هذه الوصفة الى بيضة واحدة فقط في هذه الوصفة الخاصة بتكثيف وتطويل الشعر اما المكون الاخير في هذه الوصفة ستحتاجين الى علبة زبادي في هذه الوصفة فالزبادي يساعدك كثيرا على تنعيم وترطيب الشعر المدجاعد والخشن وايضا يعمل على توفير عدة فيطامينات ومعادل لفروة الشعر مما سيساعد على تطويل وتكثيف الشعر في مدة قصيرة جدا طريقة تحضير الوصفة فهي كالتالي تأخذين اناء ثم تضعين فيه علبة زبادي كاملة ثم تقومين باضافة بيضة واحدة وتضيفين بقي المكونات اي زيت الزيتون وكذلك القهوة وتقومين بخلط هذه المكونات جيدا حتى تتجانس وتصبح وصفة ناعمة جدا وبعد ذلك يمكنك استخدام هذه الوصفة لتكثيف وتطويل الشعر طريقة استعمال الوصفة فهي جدا تهلة وبسيطة تقومين بتطبيق هذه الوصفة على فروة الشعر بالكامل وبعد ذلك يمكنك تطبيق باقي مكونات الوصفة على اطراف الشعر وبعد ذلك يمكنك لف شعرك على شكل كعكة وتقومين بوضع بلاستيك خاص بالوصفات الطبيعية وتطرقين الوصفة على شعرك بالكامل لمدة ثلاث ساعات لكي تستفيد بصيلات الشعر من كل هذه المكونات وتتغدى وتستفيد من كل الفيطامينات والمعادن التي تحتوي عليها كل من القهوة وزيت الزيتون وكذلك البيض والزبادي لتطويل وتكثيف الشعر في مدة قصيرة جدا بعد ذلك يمكنك غسل شعرك بالماء الفاتر وتكررين هذه العملية مرتين في الأسبوع إلى أن تحصري على النتائج المرجوة والمرغوب فيها وهي تطويل وتكثيف الشعر في مدة قصيرة جدا كانت هذه هي وصفة اليوم الخاصة بتطويل وتكثيف الشعر أتمنى أن تجري بها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات أراؤك والصفصاراتك حول هذه الوصفة وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة فيمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله وإذا أعجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب لكي تعمى الفائدة ولكن مني جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تكثيف وتطويل الشعر في مدة قصيرة جدا باستخدام مكونات جدا وبسيطة هذه هي وصفتنا لهذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم على قناة وصفتنا سزمان للوصفات الطبيعية سعدت بلقائكم مرة أخرى على القناة وتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله وبحول الله ستشارك معكم وصفة طبيعية مجربة ومضمونة إن شاء الله لتكثيف وتطويل الشعر في مدة قصيرة جدا فهذه الوصفة بعد استخدامها ستساعدك كثيرا في علاج مشكل تساقط الشعر من أول استخدام وكذلك ستساعدك على تطويل الشعر بسرعة وتكثيفه في مدة قصيرة جدا فضلا وليس أمر الأختي الكريمة إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق وشكرا جزيلا لك نمر الآن بحول الله إلى التعرف على مكونات الوصفة الخاصة بتكثيف وتطويل الشعر بسرعة جدا فلدينا المكون الأول في هذه الوصفة هي القهوة أو البن العادي الذي تقومين بطوخه وستحتاجنا كمقدار من القهوة أو البن في هذه الوصفة إلى اثنين معالق كبيرة من القهوة أما المكون الثاني في هذه الوصفة فستحتاجنا إلى زيت الزيتون بمقدار اثنين معالق كبيرة كذلك من زيت الزيتون فمعروف على أن زيت الزيتون مفيدة جدا للشعر فهي تعمل على تكثيف وتطويل الشعر في مدة قصيرة جدا وأيضا تساعد على علاج مشكل تساقط الشعر من أول استخدام فزيت الزيتون كذلك جد مفيدة لعلاج مشكل قشرة الشعر وجفاف فروة الشعر وذلك أول هذا فهي جد مفيدة وفعالة في هذه الوصفة أما المكون الثالث في هذه الوصفة ستحتاجنا إلى البيض فالبيض معروف عليه على أنه مغدي جدا لفروة الشعر فهو يحتوي على عدة فيطامينات ومعادل مغدية لفروة الشعر مما يساعد بصيلات الشعر على النمو بشكل طبيعي جدا ويساعدك على تكثيف وتطويل الشعر في مدة قصيرة جدا وأيضا البيض جد مفيد في التغلب أو التخلص نهائيا من مشكل فراغات الشعر والصلاع الغير وراثي وستحتاجنا في هذه الوصفة إلى بيضة واحدة فقط في هذه الوصفة الخاصة بتكثيف وتطويل الشعر أما المكون الأخير في هذه الوصفة ستحتاجنا إلى علبة زبادي في هذه الوصفة فالزبادي يساعدك كثيرا على تنعيم وترطيب الشعر المدجاعد والخشن وأيضا يعمل على توفير عدة فيطامينات ومعادل لفروة الشعر مما سيساعد على تطويل وتكثيف الشعر في مدة قصيرة جدا طريقة تحضير الوصفة فهي كالتالي تأخذين إناء ثم تضعين فيه علبة زبادي كاملة ثم تقومين بإضافة بيضة واحدة وتضيفين بقي المكونات أي زيت الزيتون وكذلك القهوة وتقومين بخلط هذه المكونات جيدا حتى تتجانس وتصبح وصفة ناعمة جدا وبعد ذلك يمكنك استخدام هذه الوصفة لتكثيف وتطويل الشعر طريقة استعمال الوصفة فهي جد سهلة وبسيطة تقومين بتطبيق هذه الوصفة على فروة الشعر بالكامل وبعد ذلك يمكنك تطبيق باقي مكونات الوصفة على أطراف الشعر وبعد ذلك يمكنك لف شعرك على شكل كحكة وتقومين بوضع بلاستيك خاص بالوصفات الطبيعية وتطرقين الوصفة على شعرك بالكامل لمدة ثلاث ساعات لكي تستفيد بصيلات الشعر من كل هذه المكونات وتتغدى وتستفيد من كل الفيطامينات والمهادن التي تحتوي عليها كل من القهوة وزيت الزيتون وكذلك البيض والزبادي لتطويل وتكثيف الشعر في مدة قصيرة جدا بعد ذلك يمكنك غسل شعرك بالماء الفاتر وتكررين هذه العملية مرتين في الأسبوع إلى أن تحصلي على النتائج المرجوة والمرغوب فيها وهي تطويل وتكثيف الشعر في مدة قصيرة جدا كانت هذه هي وصفة اليوم الخاصة بتطويل وتكثيف الشعر أتمنى أن تجري بها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات أراؤك والصفصاراتك حول هذه الوصفة وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة فيمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله وإذا أعجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب لكي تعمى الفائدة ولكن مني جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته